أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغتص وذلك نظراً لمكانته وأهميته التاريخية باعتباره تراثاً عالمياً ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذه الأراضي بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية وبما يسهم في رفض السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل لأبنائها وبموجب ذلك سيتم إنشاء مؤسسة خيرية غير ربحية تعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغتص